يعني ايه حالة تثقفية؟ يعني المبادرة بتنشئ حالة تثقفية من احد الوسائل المستخدمة في المبادرة ما يسمى بالطرق على الابواب في شرعي هالي انا شايفة ان دي من اكتر الوسائل نجاحا في اي مبادرة تتعمل فكرة ان انا اروح لغاية الناس اخبط على بابهم زي زمان كده ما كانت حملات تنظيم الاسرة برضو قبل كده كانوا بيخبطوا على الباب وكان حتى تطعيمات كانت الست اللي بتطعم بتوصل لغاية باب الناس تطعم الاطفال فكرة عودة وسائل الطرق على الابواب ودي وسائل نكحة جدا بزداد في الارياف فعلا من اكتر الوسائل نجاحا فكرة ان انا اي لغاية عندك اتكلم معاكي انزل بمستوى الحديث للمستوى المناسب فكريا وتوعويا لعقل الست البسيطة اللي موجودة في الريف المصري دي فكرة نكحة جدا من وجهة نظري في النواحي التثقفية برضو نحنا ندور مين ليه كلمة مسموعة هداك لو فكرت كده احنا بنتكلم ان الفئة المستهدفة هي الارياف طب الارياف دي زي ما بيقوله دايما ليها كبير فاحنا ندور دي فعلا وسيلة انا شايفها وسيلة نكحة جدا ان انا بدور على مين ليه كلمة مسموعة في القرية دي ممكن يساعدني ويكون وسيلة نكحة جدا فان احنا نتكلم مع اهل القرية في نفس الوقت ائمة المساجد من يعني الناس اللي مفيش خلاف على ان هم ده ويكلمة مسموعة في كل القرى في الريف المصري القساوسة في الكنائس فبالتالي احنا بندور على مين هم قادة الرأي اللي بيؤثروا تأثير مباشر هم دول القادرين على الوعي في تشكيل هذه الذهنية هم دول صانع الوعي في الاماكن اللي انا نزلة مستهدفهم على الجانب الاخر بقى احنا بنتكلم في فاقة اعلى شوية فكريا لكن برضو مؤثرين جدا دور الاعلام دور الاعلام وحملات اعلانية مكثفة زي زمان برضو زي ما كنا بقوا مثلا البلهارسيا وحملات تنظيم الاسرة الحملات دي كان من اول الطفل الصغير اللي لسه بيتعلم الكلام لغاية العجوز في الشارع كان حافظ اعلانات البلهارسيا واعلانات تنظيم الاسرة ونجحت الى استويات معينة بدأت ان استاذ وحيد بدأت تتغير مثلا تنظيم الاسرة الى الصحة الانجابية بالزبط الى 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 ده دليل تطور المفاهيم يعني اعجب ارجح الى استاذ وحيد واقول يعني ازاي تزداد فاعلية هذه الحملات لان احنا النهاردة بنقول احنا عايزينها تنجح فنقدم لها الرؤية المتكملة عشان تصل بتأثير مباشر مين اللي يشترك في هذه الحملات